اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وندعوه زدنا يا مولانا علما هذا البرنامج برعاية اشتركوا في القناة هزك الشوق نحو السناء فجوال زاد رفيق السراء مفرق الأحباب ومشتت الأصحاب وزارع الشحناء ما بين القلوب إنه المال كم فرق بين الأخ وأخيه وباعد بين الإبن وأبيه وخالف بين المرأة وزوجها وأفسد بين الشريك وشريكه بسببه تغيرت النفوس ولأجله تخاصم الناس وعليه قامت سوق العداوة بينهم بل وصل الولع به أن أصبح بعضهم عبيدا للدرهم والدينار يأمرهم بتقطيع أرحامهم فيأتمرون وبعقوق آبائهم وأمهاتهم فلا يتلكؤون فهل يستحق حطام الدنيا أن يتخلى العبد عن أقرب المقربين إليه؟ وهل من وسيلة لرأب هذا الصدع الذي أحدثه المال في النفوس؟ وكيف نصل ما تقطع من حبال الألفة والمودة بين الأحباء؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أحبتنا الكرام في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم إلى لقاء جديد من برنامجكم الراصد والذي نسعد بضيفه فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد المشرف على مجموعة مواقع اسلام.ws وجوال زاد فباسمكم جميعا نرحب به فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ تحياكم الله أهلا ومرحبا المال هو عصب الحياة من أجله الإنسان يكدح ويتعب وكثيرا ما به النفس تحلو وتسعد به فتنت هذه الأمة فكانت به السعادة وكان به النزاع والخصام فلماذا تكثر النزاعات المالية وما أهمية الصلح بين الناس وفي الخلافات المالية بشكل خاص قضايا نناقشها بإذن الله تعالى في ثنايا هذه الحلقة الشيخ محمد في القرآن الكريم جاء ذكر المال بصفة المدح أحيانا كما في قوله تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كما تجحبه الآية وأيضا جاء بصفة الذنب ويل لكل همزة اللمزة الذي جمع مالا وعدده فكيف أثر هذا المال على النفوس حتى وصل إلى هذا الحد من التنازع والخصام الحمد لله رب العالمين وصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد لما كان المال تشتاق إليه النفوس وتتعلق به تعلقا عظيما كما قال فاطر النفوس وبارئ النفوس وخالق المال وتحبون المال حبا جمع والله سبحانه وتعالى قدم في عدد من الآيات ذكر الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس واشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر أيضا لنا فتنة الأمة بهذا المال ولما قال الله لا خير في كثير من نجوهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس قدم ذكر الصدقة على ذكر الإصلاح رغم الإصلاح عظيم كما سيتبين لنا لكن قدم ذكر الصدقة لأن فيها مفارقة محبوب من محبوبات النفس وهذا ليس في الإصلاح مثله وبسبب ما يحدث اليوم من صراعات على المال بين دول ومنظمات وشركات عالمية وأفراد وورثة يعني تكالب عجيب فقد أدى الأمر إلى التنازع والتشاحن والتقاتل هذا يطلق النار على رئيس نادي بسبب خلافات مالية وورثة قع بينهم مصيبة وإلى المحاكم ومقاول يطلق النار على صاحب بسبب نزاع مالي ثم يحاول انتحار وهذا أخ يقتل أخاه على خلفية نزاع مالي وبلده في جنوب شرق آسيا حكم على اثنين بالقتل لقتلهم خمسة أفراد من أسرة بسبب نزاع مالي أفراد أحد القبائل يخطفون ابن أحد المسؤولين على إثر خلاف مالي خلاف مالي بين ثلاثة عمالة يتسبب في إمساك اثنين بزميلهما لقطع أذنه بسكين حادة ثم التقاذف بها وترك زميلهم يعني ينزف نعم والشوهد في ذلك كثير شيخ محمد يعني إذا أتيني إلى قصص الواقع فيما يعني يتعلق بالنزاعات المالية تحديدا نجد أنها الشيء الحقيقة أحيانا يعني محزنة بقدر أن النزاع يكون على مبلغ يسير وتحصل به مشكلة كبيرة يعني قد تصل أحيانا إلى درجة القتل ونحو ذلك ويقتل أباه وليش العلم يتكلم في قضية موانع الإرث ويمنع الشخص من الميراثي واحدة من علل ثلاثي رق وقتل واختلاف ديني فأفهم فليس شكه كلاقيني قتل قتل هذا من أسباب المنع في التوارث بين قاتل ومقتل قال الله تعالى وإحضرت الأنفس الشح جبلت النفوس على الشح حاضر معها لا يفارقها والإنسان لا يغف في بذل ما الذي كسبه وحصله نظرا لأن التعلق بالأموال شديد زين للناس حب الشهوات قال والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة ونظرا لأن التنافس على المال والدنيا خضرة حلوة والله استخرفكم فيها فناظر كيف تعملون وفتنة هذه الأمة المال حرصت الشريعة على فض النزاعات والخصومات عموما سواء سبب مال أو غيره لكن الصلح بين المتخاصمين في الأموال له مكان في الشريعة وأدلة وطرق أساليب وأحكام فلذلك قضية الصلح في الأموال لا بد أن نعتني بها